قبل ما نخش على الصحافة وجولتنا المعتادة في الصحافة العالمية عندنا بعض الأخبار هنستعراضها مع حضراتكم وأخبار مهمة النهاردة وحنبدأ بخبر من برشلونة برشلونة اللي وافق على بيع 10% من حقوق التلفزيونية من لليجة على مدار 25 سنة اللي جاية للسندوق الأمريكي سيكس ستريت ده مكتب استشاري مقابل ما يقرب من 207 مليون يورو برشلونة أوضح أنه من المتوقع خلال يعني مش هيحصل خسائر مادية في هذا الموسم وقال في بيان أن من هذه العملية بيحقق نادي برشلونة مكاسب رأس مالية إجمالي هذه المبالغ تقدر بحوالي 270 مليون يورو للموسم الحالي وده مهم جدا طبعا حضراتكم عارفين أن برشلونة بيمر بمشاكل مالية كبيرة جدا جدا تراكم ديون تخطت يعني حاجز المليار يورو خلال السنوات الماضية وطبعا النادي الكبير الأسباني يعني خلال الإجراءات بيحاول يرجع تاني موضوع التوازن في النواحي المادية خبر تاني أعلن المهاجم الأسباني طبعا الفاروم موراتا تركه لنادي يوفينتوس الإيطالي مع نهاية فترة عارضه على مدى السنتين اللي فاتوا طبعا حضراتكم عارفين أنه مرتبط مع أتليتكو مادريل بعقد بينتهي تلاتين ستة عشرين تلاتة وعشرين وموراتا قال عبر تواصل الانستجرام تواصل يعني الاجتماعي أن يعني هو بيحب جدا جدا ودفعت وبيقول أنا دفعت بقوة عن ألوان هذا الفريق اليوفينتوس وسأبقى دائما مشجعا لليوفينتوس وما قالش طبعا ما حددش طبعا وجهته الفترة اللي جاية ولكن زي ما بقول لحضراتكم هو كان طالع عارف من أتليتكو مادريل لمدة سنتين مع اليوفينتوس انتهت العارة ولسه ما يرجع تاني لليتكو مادريل أو هيكون في وجهة أخرى لسه الأمور ما بنتش كده خلصنا خلاص أخبارنا وحنروح بعد الوقت نشوف الصحف العالمية قالت ايه من المحترف يلا نبدأ جولتنا كالعادة مع مركة الأسبانية اللي ركزت على مرور عشر سنوات على سيطرة المنتخب الأسباني قاريا وعالميا طبعا حجبة ديل بوسكي طبعا المدير الفني الرائع وكتبت هذا الجيل يعني أنهى العقدة صحيفة كمان اهتمت بأتليتكو مادريل وكتبت تفعيل إعارة جديدة لجرينسمان جرينسمان طبعا في إعارة جديدة ليه من أتليتكو مادريل سبورت الأسبانية ركزت على أغبار برشلونة وسوق الانتقالات وكتبت ديمبلي ينتهي اليوم عقده مع برشلونة وبرشلونة يضغط من أجل رافينيا وليفين ديفيسكي طبعا يأمل في التعاقد مع برشلونة طيب ديبوتريفو برضو صحيفة أسبانية ركزت على اقتراب عودة لعيب برشلونة للتدريبات استعدادا للموسم القادم كمان الجريدة تحدثت عن سوق الانتقالات في برشلونة وكتبت اجتماع من أجل رافينيا وعثمان ديمبلي لا تزال الشقوق حوله وطبعا لينجت منطلوب في الدوري الإنجليزي في توتنهام نروح لطبعا صحيفة الجزيتة ديلي سبورت ركزت على عودة المهاجم البلجيكي لوكاكو لإنتر ميلا رسميا وكتبت لوكاكو يعود كملك ويغير رقمه إلى رقم 90 الصحيفة اهتمت كمان بتطورات تجديد عقد باولو مالديني في الميلا وكتبت الشيطان لا يرسل لك كل شيء نروح لانجلترا وطبعا صحيفة من الصحف الانجليزية اللي اهتمت بمصير صفقة انتقال البرازيلي رافينيا لتشيلسي وكتبت تشيلسي يعني تشيلسي يخاف تشيلسي بيخاف من فشل صفقة كبيرة زي صفقة رافينيا دلوقتي خلاص خلصنا اخبارنا وشفنا الصحف العالمية قالت ايه عندنا فاصل سريع وبعد الفاصل يعني هرجع مع حضراتكم وزي ما قلت لحضراتكم نتكلم على التطوير كيف يحدث التطوير في قطاعات النشئين على المستوى الاوروبي على مستوى الارسنال على مستوى البايرن على مستوى بارشلونة لكن بعد الفاصل